اشتركوا في القناة يجب استجاب الشروك شروك الشكل و شروكiges بالنيسبة للشروك الشكل يجب أن نحطر المنهجية و نحتار مع علامات الترقيم وبالطبيعة الوقت سوف نجنب البقاط gedaan اما بالنسبة للشروك الدي сп Reid يجب أن هناك ربط بين الأفكار ان غيرا لا نبحثواٍ با بطبيعة الترقيم و ليس نقبل يعني لغير النفج ا receiving قيل كتب أفقا منفج منهجية تحليل المقال فلسفي تقسم ثلاثة أجزاء أول مستقبل تقسم ثلاثة المراحل أول مرحلة هو التأطير وذي تذكر فيها المجزئة والمفهوم والمحور المفارقة هيا المفارقة وذي تكون غير اختيارية وهي شيء إجباري والميصر تذكر فيها الشقة المفارقة وآخر مرحلة في المقدمة وهي الإشكالية والذي نصغل فيها التساؤلات الجزء الثاني من المنهجية هو التحليل والمناقشة والذي بدوره يتقسم الجوج دي المراحل المرحلة الأولى وهي التحليل والذي نبدأ فيها بالأطروحة ثم ننتقل المفاهيم والعلاقة بهناسهم عاد ندرز الأفكار ثم الحجاج أما المرحلة الثانية فهي المناقشة والذي بطبيعة الحال ندر فيها مناقشة داخلية نبين فيها قيمة الأطروحة ثم مناقشة خارجية والذي نجيب فيها الطرح الفلسفي المؤيد مع الطرح الفلسفي المعارض وآخر جزء من المنهجية دينا وهي الخاتمة والذي نعطيه فيها واحد تركيب بمعنى هشنو توصلنا له من خلال مناقشة الأطروحة وفي الآخر بطبيعة الحال نعطيه واحد رأي شخصي وبهكا كتكون المنهجية كاملة مكمولة ودابندزوا الموضوع دينا اللي غنطبقوا عليه المثال والاحتمال كبير أنه يكون أحد مواضع الامتحى الوطني والموضوع دينا كيقول هكذا نكون قد حددنا لكل من العقل والتجربة موقعيهما في نسق الفيزياء النظرية فالعقل يمنح النسق بنيته أما معطيه تجريبه فيجب أن تكون مطابقة تماما لنتائج النظرية إذن إلى ردته البلغة تلقوا بزاف دي الكلمات المفتاح لكي يوحيوا أننا في مجزوءة المعرفة وبالضبط في محور العقلانية العلمية إذن ندوزوا لتحليل ومناقشة هذ القول نبدأ بالمقدمة وأول حاجة نبدأ بها وهو التقطير والذي نحاول فيه نبينه ما هي المجزوءة وما هو المحور وما هو المفهوم إن الإنسان لم يكتفي فقط بالعيش في العالم كمعطى طبيعي بل سعى خلال مسيرته التاريخية إلى فهم وتحليل وتحديد القوانين التي تحكم الأشياء من حوله ولذلك نجده قد استعان في ذلك بداية بالنظريات الأسطورية قبل أن يهتدي إلى الفلسفة وصولا إلى المعرفة العلمية كمصدر للحقيقة والتي تصاغ غالبا في نظريات تجريبية أو عقلية إذن إذا ما نحن انطلقنا من هذا التحديد فالقول التي نحن بصدد تحليلها ومناقشتها يندرج منطوقها ضمن مجزوءة المعرفة من منطلق أن مفهوم نظرية والتجربة يطبعه التعقيد وصعوبة التحديد فهو يخضع لشروط متداخلة ومتبينة من الذاتي والموضوعي حيث احتلت إشكالية بناء المعرفة العلمية مكانة مرموقة في تاريخ الفلسفة إذن كبّل فلاسفة والمفكرين على دراستها من زوايا خاصة إذن إذا رضيتوا البل هنا فأعطينا واحد تمهيد اللي كان شرحوا فيه المجزوءة واللي كان بيينوا فيه المفهوم واللي كان بيينوا فيه المحوار وده بغى انتقلوا الإشكالية ولكن إذا رضيتوا البل فأنا مدلت المفارقة لأنني كما شرت قبيلة فهي اختيارية وبالنسبة للإيطال المرجعي فهو ما كان قدش عليها وماشي ملزمين بها أنكم الدولة المقدمة وبالنسبة الإشكالية هذا ما يحملنا إلى طرح عدة تساؤلات وإشكالات يمكن صياغتها على الشكل التالي ما أساس النظرية العلمية وما طبيعة العلاقة التي يمكن إقامتها بين النظرية والتجربة هل النظرية العلمية هي نتاج خالص للعقل أم أن للتجربة دور في عملية الإنتاج هاته إذن إذا رضيتوا البل فأنا صغنا الأسئلة بعلاج المستويات المستوى الأول وهو المستوى العام وقلنا ما أساس النظرية العلمية أما بالنسبة للمستوى الثاني واللي هو المستوى الخاص فأحنا مشينا الديريكتومو للسؤال على هل العقل أم تجربة هو أساس النظرية العلمية أما بالنسبة للجزء الثاني من المنهجية واللي هو التحليل والمناقشة فأول حاجة نبدأ بها وفق الأطور المرجعية هي الأطروحة إذن صاحب القولة يفضل الأطروحة أساسية مضمونها أن العقل هو مصدر النظرية الفيزيائية وهو ما يمنح نسق الفيزياء بنيته المتماسكة أما المعطية الجريبية فهي مطالبة بأن تكون مطابقة للقضايا النتجة عن النظرية وتابعة لها ومن هنا فإن أساس العلم الفيزيائي المعاصر هو العقل وليس التجربة إذن هنا في الأطروح لردت البال فنمشينا بشكل أساسي إلى أن العقل هو أساس العلم الفيزيائي كما جاءت القولة وليس التجربة لإبراز هذا التصور فقد وظف صاحب القولة بني مفاهيم يمتماسكة وذات مرجعية علمية حيث نلاحظ حضورا مركزيا لمفاهيم العقل والتجربة والنظرية فالنظرية في معنى الإصطلاح التأملي هي نساق من المبادئ والقوانين التي تنظم معرفتنا بمجالات خاصة من الواقع ويتضمن هذا النسق بناء منطيقيا له مكونات ويخضع لنظام فردي استنباطي أما التجربة أو التجربة العلمي فهو مجموعة من العمليات التي يتم بمقتداء إحداث ظاهرة في المختبر بهدف دراستها والوصول إلى بناء معرفة حولها والتجربة بهذا المعنى هي ما يسمح للعالم التجريبي من معرفة القوانين المتحكمة في الظواهر إذن بعد ما شرحنا المفاهيم وعرفنا كل المفهوم شنوك يعني فندزل على قم بينات المفاهيم والأطروحة غير أن صاحب القولة يعطي دورا ثانويا للتجربة وبالمقابل يؤكد على أولوية العقل في بناء النظرية الفيزيائية إذن إلا رضيتوا البل هنا فصاحب القولة يعطي واحد دورا له ثانوي للتجربة بينما في المقابل يؤكد على أن الأولوية دائما للعقل في بناء النظرية ودى بندزل الحجاج غالب غيرتكم ترددوا له البل هو أن دائما في القولة كنستعمل أسلوب تأكيد أو الاستنتاج وكمثال للدفاع عن أطروحته وظف صاحب القولة منطقا حجاجيا لبسط تصوره ولتدليل على وجهة طرح الفلسفي معتمدا في ذلك أسلوب الاستنتاج وتأكيد إذ يهدف من خلالها صاحب القولة تحديد دور كل من العقل والتجربة في بناء النظرية الفيزيائية وتأكيده على أهمية العقل في عملية البناء الرياضي والاستنباطي للعلم وبالنسبة لمناقشة فنحن دائما ندري مناقشة داخلية ومناقشة خارجية ولكن نستهلها دائما بواحد السؤال النقدي ولمناقشة أطروحت صاحب القولة يمكن بيان أهميتها وكذا حدودها وذلك عن طريق طرح السؤال النقدي التالي هل حقا يمكن اعتبار النظرية العلمية هي النساج خالص للعقل؟ وبطبع الحال في المناقشة الداخلية نحاول نبين قيمة الأطروحة لأطروحة صاحب القولة دلالة فلسفيتك من قيمتها الإيجابية في إبرازها لأهمية النظرية العلمية كما تعتبر متميزة إذ أنها نوعية لكونها ترتبط ارتباطا متساقا بالواقع وبعبارة أخرى تتسم الأطروحة بنفس تجديدي مستمد من فلسفتي المتميزة والمتوازنة أدى بندز المناقشة الخارجية أنبدأ بألبرت إنشتاين كفيلسوف مؤيد حيث يعتبر أو يؤكد في هذا الصدر على أن النسق النظري للعلم المعاصر يتكون من مفاهيم ومبادئ هي إبداعات حضر العقل البشري ومن هنا فإن النظرية الفيزيائية تبنى بناء عقلي خالصا أما المعطية التجريبية فهي مطالبة بأن تكون مطابقة للقضايا الناتجة عن النظرية وتابعة لها وهذا ما يجعل العقل رياضي هو المبدأ الخلاق في العلم كما يجعل من العقلانية العلمية المعاصرة عقلانية مبدعة إذن لردت البال فإنه كيتجه بأن العقل هو أساس النظرية العلمية الفيزيائية بينما تجربخ ستكون مطابقة للقضايا الناتجة عن النظرية أما بالنسبة للطرح الفلسفة المعارض فلنخد الفيلسوف هانز ريشن باخ باعتباره أبرز ممثلي الوضعية المنطقية حيث يؤكد على أن التجربة هي مصدر النظرية العلمية ويوجه في هذا الصدد انتقادا شديدا للمذاهب الفلسفية العقلانية والتي ترى بأن العقل وحده هو مصدر المعرفة المتعلقة بالواقع دونما حاجة إلى الملاحظة والتجربة وبالمقابل يرى أن المعرفة العلمية معقولة لأنها تستخدم العقل مطبقا على المادة التجربية التي تمدنا بها الملاحظة العلمية فالملاحظة التجربية عند ريشن باخ وهي المصدر الواحد للمعرفة التركيبية المتعلقة بالواقع أما دور العقل فهو تحليل تلك المعرفة إذن نرضي تولي بأن هانز يمشي في العكس الذي قال إنشتاين فهو يعطي قيمة الملاحظة والتجربة بحيث أنها هي المصدر الواحد للمعرفة أما العقل فهو مجرد تحليل هذه المعرفة وهذا نزل الجزء الثالث من المنهجية لنا والخاتمة وبطبيعة الحال هنا قلناك ندروا واحد تركيب أو واحد الاستخلاص لكشي لدرنا للتحليل نخلص من خلال تحليل ومناقشة هذه القولة بخصوص علاقة نظرية بالتجربة إلى القول بأن هناك تعددا واختلافا في المواقف المقدمة وهذا الاختلاف يعود إلى اختلاف المرجعيات والمنطلقات التي ينطلق منها كل عالم أو الفيلسوف تجريبي سواء كان أو عقلاني إلا أنه يمكن القول بأن بناء النظرية العلمية يكون عبر التفاعل الجدالي بين العقل والتجربة فمن رأييي هناك نعطي رأيييديلي أن بناء النظرية العلمية يجمع بين الفكر النظري والممارسة التجربية فلا وجود لنظرية علمية عقلية خالصة ولا وجود لتجربة علمية مستقلة ومعزولة عن العقل وبهذا بطبيعة الحال كي يكون سالة تحليل المناقشة لنا هذه القولة غير قبل ما نستغن ذكركم بالإيطال المرجعي للقولة وأول شيء نبدو بها وهي المقدمة أو الفهم يعني يجب أن نذكر فيها موضوع القولة والذي يجب أن نذكر فيها المجزوءة المفهم والمحور وصياغة الإشكاليات أي الأسئلة التي يجب أن نذكرها للتحليل هذه كاملة على 4 نقاط المفرقة من المطالبين شبيهة في القولة سننزل التحليل وعليه 5 نقاط يجب أن نحدد فيها الأطرحة نحدد فيها المفاهيم والعلاقة بينتهم ويجب أن نحدد فيها الحجاج ثالثة شيئة يجب أن نزلها هو المناقشة يعني سننضل التساؤل حول أهمية الأطرحة ونبين القيمة ديالها والحدود ديالها يعني في المناقشة الداخلية الثاني شيئة سننضل منها وهي الطرح الفلسفي المؤيد مع الطرح الفلسفي المعارض وهذا الشيء لديه 5 نقاط عطغن نضل الخلاصة أو الخاتمة وننضل واحد للإستخلاص للنتائج التحليل وننضل واحد الرأي وهذه عليها 3 نقاط الجواني بشكلية هي كتبق عليها 3 نقاط يعني سننضل واحده تماسق العار سوف نقوم بعمل معلمات اللغة نحترم معلمات الترقيم نجنب الأخطاء الإملائية إلى غير ذلك وبالتالي سوف تكون في الفيديو وأتمنى أن تكونوا جيداً و لا تنسوا التعليقات مع أصحابكم